اكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم اعتزاز الوزارة بكوادرها التعليمية والإدارية وفي مقدمتهم المعلمون والمعلمات وعبر سعادة الوزير بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من اكتوبر من كل عام عن تقديره لجميع المعلمين والمعلمات وعرفانه لهم نظير الرسالة النبيلة والإنسانية التي يؤدونها مؤكدا أن الميدان التعليمي والتربوي يحظى بكل الرعاية والاهتمام من جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولفت الوزير إلى أن مملكة البحرين تشارك العالم في الاحتفاء بهذا اليوم والذي يأتي هذه السنة تحت شعار تقدير أصوات المعلمين والذي يشجع على إشراك المعلمين في آليات صنع القرار المتصلة بالتعليم بما يعزز من جودة وكفاءة صنع القرار التعليمي واتصاله المباشر بالميدان التربوي اشتركوا في القناة